ما هي مدينة رفح الجديدة اللي حضرتك تحدثت عنها قبل ذلك؟ والله مدينة رفح الجديدة دي شيء طبعا طيب جدا ليه؟ احنا عندنا الشريط الحدودي مع قطاع غزة 14 كيلو في يوم من الايام كان هناك كثير من الانفاق موجود يعني احنا طبعا تم التخلص من كل هذه الانفاق تماما بنسبة 100% انشأت منطقة عزلة بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة وبامتداد عمق حتى 5 كيلو ونص لان معلش يعني لما اتكلم عن الامن القومي لاس هناك اي اعتبرات لاي شيء كل ما هو في هذه المنطقة ازيل وهتبقى منطقة محرمة لاي تحركات او الاقتراب عشان خلاص امنع الازى اللي بيوصل لجمهورية مصر العربية لان هذه الارض هي مفتاح جمهورية مصر العربية واتعمل بتقنية حديثة جدا جدا وكاميرات ونظام تحكم قوي جدا جدا طيب انا كان فيه ناس موجودة في هذه الارض لا كل الكلام ده ازيل وتم تعويضه من ميزانية الدولة وده معلش دحق المواطن وهي دي جمهورية مصر العربية انا شخصيا وانا يعني قائد القطاع الكتيبة مية واحد وكل الناس عارفة الكتيبة مية واحد كنت تعوده في لجنة التعاوضات مع اللي هو حرحور وتم قياس كل الزراعات وكل المباني والمواطن احد اختيارين او ثلاثة اما تاخد فلوس في مقابل البيت بتاعك وتاخد بيت تاني في حتة تانية اه يا اما اه تاخد بيت تاني يعني يعني سم تعوضات بالفعل الاهالي لمناطق دي اه الاراضي الزراعية اه تاخد ارض غيرها او تاخد تمن هذه الارض وبعدين التعمير ده شيء اساسي انا مش بهده وخلاص انا بهد لاسباب تتعلق بالامن القوم المصري اللي هو خط احمر على الجميع لكن في نفس الوقت قل تنمية طب فين بقى اللي يعوض الناس دي احنا انشأنا طبعا مدينة كبيرة جدا مكتملة المرافق وبصدد ان احنا نسلم المرحلة الاولى اه ليه مواطني رفح ومن عدة ايام انا اصدرت اوامر ان احنا المجلس مدينة رفح لانه كان لظروف الارهاب بيعمل من داخل ديوان محارزة شمال سيناء داخل داخل مدينة العريش اه فانا انهم كلهم هناك والموظفين انتظموا في العمل بتاعهم وده حقيقي يسبب سعادة غامرة جدا جدا لأهالي محافظة شمال سيناء وجال عليه ردود افعال كبيرة جدا ده بيثبت سيادة الدولة وقوة الدولة المصرية وان احنا فعلا تخلصنا من الارهاب وده احد مظاهر التخلص من الارهاب في خلال ايام ان شاء الله بعد ما العمل ينتظم بنسبة 100% انا هنتقل هناك بكل زملائي المختصين في المحافظة وهنعد على كل هذه الاماكن ونشوف الموظفين ونرفع معنوياتهم ونشكرهم ونتصور معهم وحقيقي كان دي دفع معنوية جدا جدا للمحافظة اشتركوا في القناة